الزراعة كنا نتكلم عن الثلاثة أنواع من المبيدات نبتدي بقى نتعرف على الثلاثة أنواع في عرف الابليكيشن نحن بنقول أننا أمام ثلاثة أنواع من المبيدات إما عندي مبيدات حشائش وإما عندي مبيدات حشرية وإما عندي مبيدات فطرية لكل نوع من هذه الأنواع توزيع معين على النبات لو خدنا النوع الأولاني اللي هو المبيدات الحشائش بنلاحظ أن مبينات الحشاش بنحتاج فيها إلى محورين أساسيين في الثلاثة أنواع المحور الأساسي أحجام القطرات الثاني أعداد القطرات في سنتيمتر مربع مبينات الحشاش بنحتاج إلى أحجام القطرات كبيرة نوعا ما من 200 إلى 400 مايكرون لحجم القطرة وأعداد القطرات أولي نسبيا من 30 إلى 10 قطرة في السنتيمتر المربع لأننا نحن نحافظ من مبينات الحشاش من عملية الدرافت أو الإنجراف إلى خارج الهدف المرجو يعني خارج الأهداف المرجوة بسبب لنا مشاكل وبسبب للمزارع مشاكل وخاصة لو كان النبات الموجود جنب الحقل الذي سيعامل نبات حساس لو أنا عندي نبات مثلا الفول موجود جنب نباتات القمح وعالج نباتات القمح من مبينات الحشاش العريضة أو الرفيعة تتأثر نباتات الفول تأثرا شديدا من مبينات الحشاش العريضة في الأمح فبالتالي لو حصل إنجراف هيحصل عندي مشكلة كبيرة جدا لأن نباتات الفول اللي جنبي ستبدأ تتحر أو ستبدأ تتأثر سيبدأ يقع عليها تأثير شديد فبالتالي أنا أعرف من المنطقة دية إزاي بنبدأ بمبينات الحشاش بنقول أننا نريد أحجام قطرات كبيرة نوعا ما تأكد تصل إلى 400 ماكرون أعداد قطرات 30 فيما أقل في سنتيمتر مربع على اعتبار أن هي بتعطيني مكافحة جيدة للحشيشة وتوزيع جيد على الحشائش داخل المحصول المعالج حتى يتم القضاء على الحشيش دي بالنسبة للنوع الأول من المبيدات النوع الثاني من المبيدات وهو المبيدات الحشرية المبيدات الحشرية عندي سواء كانت أكاروسية أو مبيدات أيا كان نوعا المبيدات الحشرية